في كلمة وجهة للشعب الأفغاني أكد رئيس الأفغاني وأشرف غني أنه كان يعمل مع طالبا لتشكيل حكومة من خلال المفاوضات لضمان انتقال سلمي للسلطة والحفاظ على كابل من التدمير وقال غني أنه غادر البلاد مجبرا وحقنا للدماء وأنه لم يكن بحوزته أي أموال لافتا إلى أن مسؤولي الأمن قد تحدثوا عن مؤامرة تستهدف حياته أنت أعمل بالنسلة مع طالبان على حكومة شاملة ومفاوضة وأن نضمن انتقال سلميا للسلطة وأن نصونا العاصمة كابل من التدمير وإراق الدماء أريد أن أوضح موقفي بشأن التطورات الأخيرة لم أريد أن يتم تدمير ونهب العاصمة كابل من أجل بصائف السلطة أنا أخرجت من البلاد وأجبرت على ذلك كي نجذب كابل إراق الدماء وأن نمنع العدو تاريخي لأفرستان من أكثر فاجعة وفادة آخر لا تعرفون أن مسؤولي هذه الدولة تحدثوا كثيرا ومرارا بأنهم يريدون رأس الرئيس الشرغاني أي نومية